استهداف الوطنيين في العراق كلهم مو فقط المكون السني البعثيين وطنيين طبعا هاكوا بعثيين وطنيين تم استهدافهم اي نعم شو نقدر نميز بين البعثي الوطني والبعثي الموطني يعني من مواقفه من تاريخه شخص بعثي أساء إلى البلد إلى المجتمع العراقي هذا المرضي وحاسم وشخص خدمه بشكل جيد اعتبره شخص وطني على ذلك المسالة والعدالة بعض الشخصيات السنية اللي كانت في المنصب الأعلى للسنة تقول انه عودة حزب البعث للعمل السياسي ممكنة تعتقد بفعل ممكنة بعد هاي السنين اللي راحت في ظل هذا الظرف اللي احنا نعيش به انا شوف صعب صعب ولكن لو ترك الموضوع لي سأسمح لكل عراقي ان نشارك بالعمل السياسي والله ترجع تتحالف بي حزب البعث إذا داخل العملية السياسية حاهاهاها جوز هما ما يتحالفوا شون جوز هما ما يتحالفوا هذا التهم اللي شريتها بسبب البعث بدأ مني صيحون والله شوف ده قل لك آني يعني واحدة من الحملات الخاسية اللي تعرضت لها تعرضت علي من حزب البعث خاصة 2014 ليش؟ محر شنو قلت عليهم؟ شو زويتهم؟ ما كانت توقع الأخبار من قيادتهم مو صحيحة عني فتخذت مواقف ما كنت تراضى علي وكنت منزعج من عدة يعني كان يعني نوع من الترويج لعدم انتخابي بالفعل بعض القيادات السنية تواصلت مع عزتي الدوري وين مشكلات تواصلت؟ يعني الشخص الثاني بذاك النظام وتعرف شنو سوى طبقة كبيرة من الشعاب من الشريحة كبيرة ومهمهم والشيعة والكورد تعرضوا وما تعرضوا له وبعض السنة يعني المجتمع السني مثلا كان سالم من سياسات بعض السمعنا مجازر صارت بفلان عشيرة وبفلان عشيرة تشبه وين كان؟ كان خارج العراق لو العراق؟ من وين؟ هو عزي الدوري شمدين أنا مالله معرف معرف بيوين شا زيان هي تواصلوا بدكتورة أو ما تواصلوا؟ ما أنا بأعتقد مو يعني مو بس سنة الشيعة وسنة تواصلوا بأعتقد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة